امبارح كان سيد الرئيس في هذا التوقيت في جدة بالمملكة العربية السعودية واستقبلوا بالمطار الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي وكان استقبال حافل زي ما حضرتكم تبعته وشوفته الرئيس سيسي قال انه كتب تغريدة وقال سعدت بلقاء شقيقي سمو الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية وانني اذ اعبر عن امتناني وتقديري لحسن الاستقبال والضيافة اؤكد على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية وتطلع لتنميتها وتعزيزها في كافة المجالات وبما يحقق المصالح المشتركة لبلدين وتطلعات شعوبنا العظيمة ده كان تغريدة سيد الرئيس على الزيارة والحقيقة الاعلام السعودي والاعلام المصري والاعلام الاقليمي اهتم اهتمام كبير جدا بهذه الزيارة وزي ما بقول تاني علاقتنا بالدول الخليج علاقات استراتيجية علاقات عضوية حقيقية احنا عائلة عربية يعني احنا الدول العربية مصر الدولة الاكبر الدولة الام الشقيقة الكبرى عندي دايما بقول بتنادي مصر بعودة العواصم العربية الحقيقة المملكة العربية السعودية بمواقفها وموقفها في المحيط الاقليمي الملتهب ودعمها لاشقاء العرب مع مصر اعتقد انقذ المنطقة من يعني كوارث عدة خلينا اقول انه القاهرة الرياض ابو ظبي مثلث من مثلثات الامن القومي الحقيقي اللي ممكن التناغم والتفاهم والعلاقات الحقية بين الاشقاء الثلاثة في القاهرة وفي ابو ظبي وفي الرياض علاقات مميزة حامت المنطقة من الانفراط عقدها لانه ما جرى في 2011 ضيع مننا دول كتير وضيع مننا هدم حوائد كثيرة زيارة الرئيس الى جدة للسعودية واتصالات الرئيس بكل الزعماء العرب في كل المناسبات والتحركات المصرية في الاقليم واردود الافعال السعودية اعتقد انه كلانا السعودية ومصر مصر والسعودية القاهرة والرياض الرياض والقاهرة القاهرة وابو ظبي ابو ظبي والقاهرة كل هذه العواصم اعتقد انه الظرف التاريخي اللي احنا بنعيشه والتغيرات الدرامية الموجودة في العالم واعادة التموضع والتمركز وتنظيم المنطقة والتغيرات الجيوسياسية كل ده بيحتم ان احنا لابد ان احنا نكون في مربع واحد في موقف واحد كلانا بيدعم الاخر لانه اعتقد انه الظرف الراهن لا يتحمل الا مزيد من تعميق العلاقات زي الريس ما قال وكل عام وانتو بك اشتركوا في القناة